دكتور سعيد ربنا جل جلاله هو الذي خلق الخلق وقد سبق في علمه أن النزاع يقع بين الناس فمن خصائص الحياة ومن خصائص أهل الدنيا التنازع والاختلاف والتباين في الذهنيات في الأفكار في المصالح لذلك أرشدنا الله عز وجل وهو أعلم بنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلى الصلح وإلى الإصلاح إلى الصلح عند وقوع التنازع إلى الصلح عند وقوع التنازع مهما كانت طبيعته قد يكون هذا النزاع مدنيا قد يكون استثماريا تجاريا ماليا قد يكون عقاريا قد يكون أسريا قد يكون اجتماعيا مهما كانت طبيعة النزاع أرشدنا الله عز وجل إلى إنهاء النزاع بطريقة ودية فكما قال قرأ الشيخ الفاضل الشيخ وليد من سورة الحجرات إلى غاية الآية العاشرة التي تأمورنا بالإصلاح وإصلاح ذات البين إذاك قال الله عز وجل في سورة النساء في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون إلا بشروط الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذه الآية لم تحدد نوعا معينا بذاته مهما كانت طبيعة الشجار أو طبيعة النزاع الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم الشرط الثاني ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من ما قضيت هذا يمكن أن نطلق عليه استلاح الرضا النفسي القبول النفسي لنتائج الصلح والشرط الثالث ويسلموا تسليما هذا يمكن أن نسميه التسليم الظاهري أي تطبيق مقتضى الصلح وقبول نتائج الصلح بلا إشكال في التنفيذ والإصلاح يمكن أن يكون إصلاحا طربويا حينما تهتز منظومة القيم على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع في الحياة الاقتصادية في جميع المجالات فإذا اهتزت منظومة القيم وطالها الفساد نستدعي الإصلاح فيأتي طرف ثالث شخص آخر وسيط يتدخل من أجل الإصلاح والإصلاح بالمناسبة من خصائص الأنبياء من خصائص المرسلين لذلك ما تفرق عند النبيين والمرسلين اجتمع عند خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فهناك نبي جاء بالإصلاح العقدي الإيماني والإصلاح في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي إلى غير ذلك وجاء النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وبه قد اكتمل الدين كما نقرأ في سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشاهم وخشاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا إذن في هذا الإصلاح قد يهتم بالجانب الطربوي إصلاح ما فسد طربويا أو إصلاح ما فسد اجتماعيا على مستوى النسيج الاجتماع على مستوى العلاقات الأسرية أو الاجتماعية أو ما فسد في المجال الاقتصادي في جميع المجالات وتتكامل هذه المصطلحات الإصلاح والصلح كل يؤدي دوره فتتشكل بينهما على قد تتكامل للتفاضل ما شاء الله دكتور